موجة جفاف هي الأسوأ منذ 92 عاماً يتعرض لها العراق موجة دفعت المزارعين والفلاحين للاعتماد على الآبار لري محاصيلهم وأرواء ماشيتهم بحسب فرانس برس التي أشارت إلى أن هذه الآبار تهدد بنفاذ المياه الجوفية في البلاد العراق يعد من بين أكثر خمس دول تأثراً بالتغير المناخي بحسب الأمم المتحدة فهو يواجه ارتفاع كبيراً بدرجات الحرارة ونقصاً في المياه الأمر الذي جعل البلاد معرضة لسنوات متتابعة إلى الجفاف وشح المياه فيما أشار تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا إلى أنه على الرغم من أن الحكومة في العراق منعت الفلاحين والمزارعين من حفر الآبار لأهداف زراعية إلا أنها فشلت في مواجهة ومعالجة المشكلات التي تهدد بنفاذ المياه الجوفية فضلاً عن إهمال الحكومة لوسائل الرأي الحديثة وأسطى لجوء غالبية المزارعين إلى وسائل تقليدية في الرأي عبر غمر أراضيهم تماماً بالمياه ليتسبب ذلك بهدر في المياه وبزيادة نسبة الملوحة وزارة الموارد المائية الحالية أقرت بأن الخزين المائي للمياه تعرض إلى هبوط كبير بشكل سريع متسبباً بالتصحر للأراضي وبزيادة نسبة الملوحة مشيرة إلى أن ذلك دفع الفلاحين والمزارعين إلى حفر نحو 500 بئر خلال النصف الأول من عام 2022 موجة الجفاف هذه تنذر بمستقبل قاتم لبلد يبلغ عدد سكان 42 مليون نسمة حيث تمثل الزراعة ثاني مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط إذ يتسبب التغير المناخي وفشل السلطات الحكومية في الاستجابة لهذه التحديات بنزوح سكاني في العديد من المناطق التي تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات وصلت استمرار احتجاجات متواصلة والأسيما في جنوب البلاد للمطالبة بمعالجات حقيقية للأزمة واتخاذ إجراءات تجاه إيران لإلزامها بزيادة تدفق المياه من سدودها وعدم قطع المياه عن العراق المعرض بسبب ذلك لأزمة جفاف غير مسبوقة ترجمة نانسي قنقر